بسم الله الرحمن الرحيم زي ما اتفقنا في الجزء ده بنحاول نتكلم على اللي بتحتاج مسلا بعد شغل الالكترونيات بعد شغل الكهرباء بعد شغل الفيزيكس عموما لانه بعد الزمن اللي بيبقى تخصص فيزيكس بيقولوا احنا ما عندناش حاجة مش لقين تطبيقات سهلة نعملها مش عارفين نشتغل ازاي او كده فانا طبعا ده مش تخصصي بصراحة لكن ايه بحاول اكتهد على قد ما قدر نحن نوفر ايه تطبيقات بسيطة يعني. فمن ضمن التطبيقات اللي سهل انك تشتغلها بالنسبة لهم هم هم بتوع الفيزيكس بيبقى قادرة بالكلام ده انه يحضر مواد نانويترية في وجود مجال مغناطيسي. ويبتدي يفهم الماجنيتك فيلد ده تأثيره ايه على المواد نانويترية. يعني مثلا ده مثلا اسم بحثة هو بسيط خالص. بيحاول يفهم تأثير او تأثيرات الستاتيك على التحضير بطرق خضراء باستخدام البتاعة دي. الموضوع كل عبارة انه بيعمل التجربة وبيعرضها المجال مغناطيسي وهم قادرة بقى بالشغل بيعملو ازاي? يعني هم قادرة ازاي بيعملو الماجنيتك فيلد ده هو. هندهم بقى كويلات هم بقى يدفوا كويلات براحتهم ربانا يوفقهم. هندهم دايرة بقى كهربية تمشي. يعني دي مش سكتي قوي. انا بس ايه ولكن هو نظريا تطبيق سهل. ليه بتوع الفيزيكس? للي فهمين شغل الفيزيكس? انت تقدر تغير على الموضوع اكتر لما تقرى مثلا نانو بارتكال سنسز تحضير النانو بارتكالز تحط على 22 تنسيس في مجال مغناطيسي. هتلاقي بقى بحث زي كده. تحضير مواد نانو مترية كذا 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 في وجود مجال مغناطيسي. مش عارف تأثير المجال المغناطيسي على ترتيب المواد وازاي نظامت نفسها وازاي عملت مش عارف ايه. مش عارف مجال الانو مترية جوة. في ناس برضو بيشتغلوا حاجة زي كده او بيدرسوا تأثير حاجة زي كده قريب من افران المايكرويف. بيحاولوا يشوفوا تأثير فرن المايكرويف على تحضير المادة النانو مترية. فهم قادرة بقى بالسكة دي يعني بيشوفوا بقى المايكرويف رادييشن. ده شغل الفيزيكس بقى ربنا يوفقهم. بس انا قلت ايه? ده فيديو سريع ومختصر للمهتمين بتطبيق زي كده. لعل لو عسى يقدروا يقروا في الموضوع. يشوفوا تتعامل ازاي? يمكن يلاقي عنده كويلات يمكن يقدر ينظم حاجة من معامل فيزياء جانب منه. من دكتور فيزياء يعرفه. المهم انه ايه? دي يسكت شغل كبيرة جدا. انه يحاول يفهم تأثير المجال الماغناطيسي على خصائص الموضوع النانومترية. وبيعمل تجربتين. تجربة في وجود مجال الماغناطيسي وتجربة من غيرها. ويعمل ويجرب وبعد ويشوف يعمل ويشوف الفرق مين دي وما مين دي. ويعمل تطبيق معين ويشوف مين في هم احسن. دي بطبيق خفيفة كده ومتواضعة وسهلة وحنينة. وبإذن الله ايه? ربنا يسر حالة بقية بداية طريق يعني او بداية شغل. بس دي فكرة كلها بساطة. نكمل بان شاء الله فيديوهات اللي جاي. شكرا.